أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعنا الكرام بكل مكان بيشوفنا في الوطن العربي الحقيقة النهاردة معنا فقرتين الفقرة الأولى معنا خبر التجميل لدى النجوم الكبار ومشاهير مصر وهي ميرة باسم الحقيقة معنا تاني فقرة كان تقرير كنا بنعمله عن يسمى السهير اكستينشنز في المعالي ولكن تم لأتظار منهم وبرضو احنا عشان بنراعي ضمرنا احنا قلنا نعرض هذا التقرير في تاني فقرات برنامجنا ولكن احنا حبينا نعرفكم السيدة المشاهدين ان احنا هنعرض التقرير ده تاني فقرات برنامجنا في البداية مساء الخير أستاذة ميرا على حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذة سارة عملاقيننا ورانا نورينا طبعا على قناة صحة والجمال برنامج أيسل والمشاهير بداية قبل الهوى يعني اتكلمنا مع حضرتك على بعض النقاط الهمة من الميكوب وبصفة عامة يعني مجال الميكوب مجال كبير وواسع جدا جدا ودعينا بقى يعني ندخل في بقرة الميكوب كده ونتكلم على الكنتور يعني حارك شايفة ايه بصفة حارك بقى كاسم كبير يعني وحد عمل بقى فيوحل وكده وجميل على الكنتور حارك شايفة ايه هل فعلا بيداري فعلا عيوب البشري فاندم ولا هو بس من خبراء التجميل يعني هي مقولة لكسب المال ليس إلا يفن لا طبعا زي اكيد بيداري العيوب كل عيب بيبقى ليه حاجة معينة في الكنتور طبعا هو الكنتور عبارة عن درجات بس احنا بنداري بيها العيوب طبعا مش اي ويش طبعا بنعمله كونتورينج فيه وش ويش مبتحتكش كونتور خالص طبعا انا ممكن ابوز الويش بالكنتور وممكن اصلحه هو ليه طبيقه معينه احنا بنستخدمها هي دي اللي احنا مفروض بنتباعها عشان نخل الويش وشكله كويس يعني الكنتور هل فعلا بيداري عيوب البشرة يعني يا فاندم طبعا حرك بقى خبيرة في هذا المجال وطبعا احنا كاعلام مش هنقدر نتدخل فيه ونتخطى يعني حدودنا احنا بنسأل اهل العلم عايز اقول لحضرتك ان الكنتور هل فعلا لو المنخير يا فاندم فيها مشكلة يعني لو المنخير فيها مشكلة فعلا حقيقية نقدر نداري بالكنتور فعلا هذه المشكلة قطعا يعني فعلا بيحل ده جدا بيحل جدا الموضوع ده طبعا هو مش بنسبة يعني زي ما الناس فهمه المية في المية احنا بنحاول بقدر الامكان ندابي العيوب اثناء الزفاف يعني يا فاندم او اثناء المناسبة او بالضبط احنا بنحاول ندابي العيوب دي كمؤقتا او اثناء الحفلة او الصهبة بس طبعا هو بيداري هنقول بنسبة 80% لكن مش هنقدر نقول ان هو بيداري بنسبة 100% طب اعتراف بقى من حركة خبيري التجميل على الموديل الجميلة سارة طبعا حسن عايزين بقى يعني نتناقش سويا كده على اللوك الجميل اللي حركة عملتيه طبعا الاطلالة الجميلة انا شايفها امورة ما شاء الله يعني وعايز شرح بقى باستفاضة يا فاندم عن هذا الابداع اللي حديك عملتيه يا فاندم على سارة سارة طبعا قبل الميك اوب كان فيه طبعا شوية نماش طبعا دايما انتو شايفين فيش خالص الوقتي كل ده بالكنتور احنا ده بينيه طبعا الالوان البنكات والتربية طلع عمودة والكليتر شوية بالنسبة لرسمة العين احنا عاملين بينكات زي ما احنا قلنا والكشمير وحطينا عليه جليتر جميل ما شو الله فيه لمعة انا شايف لمعة هو ده الجليتر يا فاندم هو ده الجليتر اللي احنا بنحطه علشان بس يبدي ايه ضايل العين ينورها شوية طبعا بالاضافة الفاونديشن والكنتورينج سحب شوية هي صارة طبعا من هنا وش مليان شوية احنا سحبناها لقدمه نقدر زي ما احنا شايفين بالكنتور يا فاندم يعني الكنتور بيعمل تنحيف برضو يعني طبعا هو بيدور الوش كله احنا اشتغلنا على وش طبعا حلناها لقدم ونقدم نحيف شوية طب حريك بقى يعني شرح كده امام السيدة المشاهدين طبعا الوطن العربي كله شايفنا وطبعا على السوشيال ميديا احنا عندنا يعني شلال فيو ان شاء الله بعد الحلقة حركة شوك الفيو يا فاندم بس عايزة اقول لحضرتك شرح بقى للسيدة المشاهدين المتابعين للميك اوب بقى والبنات الجميلات بقى بتاع مصر والوطن العربي عايزين نعرف نوع بشرة صارة يا فاندم من وجهة نظري يعني انواع البشارات مختلفة احنا عايزين نعرف ان بشرة صارة ايه واحنا نتصرف معها ازاي يعني في البداية البشرة بتاعي صارة حالك شايفها جافة ولا دهنية يا فاندم ولا مختلطة مختلطة مهم وغضحها في التى يعني ايه يعني مختلطة يعني هتنلاقي مثلا من فوق هنا دهنية شوية صحيح وغضحها في التى بتزون يعني الفوق والمناخيب والداء برابو صحيح هنلاقيها دهنية هنلاقي بقى الوش جاف دهي بنستخدم لها طبعا برايمير مع مغطب هي دي البشرة المختلطة يعني لازم حركة احنا في بداية الميك اوب في بداية الميك اوب هل لازم نعمل تنظيف الاول البشرة بطرق معينة يا فاندم يعني حضريك بقى رولز كده منك طبعا كخبيرة تجميل ميرا باسم طبعا حاج اسم يعني غاني عن التعريف عايزين نعرف رولز من حضريتك للمشاهد اللي بيتابعنا الخطوات اللي احنا نقدر نتصرف بيها قطعا يعني لقبل الميك اوب قبل ما نعمل ميك اوب عايزين خطوات نقدر نتبعها يا فاندم اولا لازم جدا نهتم بتنظيف البشرة تمام تنظيف البشرة مهم جدا اولا ما يبقاش البشرة بتاعتي يعني فيها عيوب زي البزور السودة طبعا دي بتبقى في البشرة الدهنية اكتب جدا دي لازم ده من دم تنظيف البشرة لازم المسكوت عشان افتح البشرة قبل ما اشتغل فيها البشرة الجفة لازم بيبقى لها تأشيف شوية مع تنظيف البشرة تمام التأشيف ده مفيد جدا لان لو فيه اي كشوف في البشرة ما تبقاش موجودة بعد الفانديشن صحيح هو ده تنظيف البشرة طبعا بالاضافة للبخار اللي احنا بنعمله قبل المسكوت وقبل يعني البخاري يا فنم حناك شايفه ان هو بيعمل تفتيح للمسان طبعا جدا وبعدين بنقدت بقى للبشرة يعني اللي احنا عايزين نعمل المسكوت طبعا واللي بزور السودة بنحول ان شاء لها يعني تنظيف البشرة يا فنم يعني حرج بقى يعني تصريح من حضرتك ان تنظيف البشرة فعلا ليه دور مهم جدا جدا مهم جدا قبل ما نستعمل الميكوب يا فنم اي عبوسة انا بنصحها قبل حتى السورية جماعة لازم نعمل تنظيف بشرة طب قولنا بقى احنا كثيرا يعني من السيدات مصر الكرام بيعانوا من الهالات السودة حرج بتتفقي معايا يا فندم صح؟ طبعا طب نقدر نتصرف ازاي في هذه المشكلة التي تخطت الملايين يا فندم من السيدات يعني نقدر نعمل ايه في الهالات السودة طبعا؟ الهالات السودة هتخش برضو من دم الكنتور اللي احنا بنستخدمه طبعا اول حاجة اول سيب احنا بناخدها ان احنا بنحط الكنتور لونه اورنج طبعا تحت العين وهنحاول ندمجه كويس مايبقاش فيه اي خطوط تمام بعدها هنحط الكنتور بعيدي جدا وبعدها هندمجه كويس وبعدها هنشتغل على الفونديشن عيدي دي انسب حالي طبعا الهالات السودة مش هنلاقيها بس لازم الكنتور في الاول هو اللي هيخصة يعني الكنتور برضو بيعمل تغطية فندم للهالات السودة يعني بس كحاجة طبيعية بقى لازم ناخد وقت معاها طبعا وإلا لو راصة بقى هو الهالات السودة الموضوع بيبقى صعب شوية فندم صح؟ اه عيدي ده والدكتور طبعا عشان نتعالج منها ولازم نشوف الموضوع وراسي ولا لأ ولازم نتخطى كذا مرحلة اول طبية يعني قبل ما نلجأ ليه خبر التجميل يعني او لا ده هيبقى مؤقتا بس او اسناء السهبة اللي احنا بايحينها او الزفاف الرموج بقى او في منها دائم وفي منها مش دائم طبعا حارك شايفة ايه كخبير التجميل طبعا شطرة وطبعا احنا مش بنعمل ضيوفة لأي حد الا لما يكون في اي بي دي حقيقة وحارك شايفة ان احنا دايما بنهتم بجزء معين من الضيوف مش بنطلع حد وخلاص يفندم يقول اي كلام بنملى هوا وخلاص زي جميع البرامج لأ احنا لازم حد يطلع بنامجك اكيد معوف لازم المشاهد يفندم يستفاد جدا من العلم نرجع لنقطة الرموج في منها دائم وفي منها مش دائم حارك شايفة هل فعلا الرموج بتستمر لست شهور كما يقال يعني من الناس ولا هاتفضل يا فندم هي بتستمر بس مش لست شهور احنا لازم بنعمل كل شهرين على الأقل حاجة اسمها بفير اعادة صحيح ابدأ اسبت بموش تاني فعلا بس هي طبعا بتوض لمدة شهرين ما تتحبكش من مكانها دائمة بس طبعا بقى بسين لا يعني الحاجات اللي بسين اللي فيه كلور هل الجلو يا فندم اللي حرجي طبعا بتلزقي بيه في السنتر عند حرجة طبعا في مدينة نصر حرجة طبعا علام من علام مصر الجديدة عفوا صح ولا غلط اه صح لا طبعا صح مصر الجديدة مش مدينة نصر سوري فيعني الجلو بقى هل ليه عامل في ثبات الرموش ولا لا اه جدا اختياب الجلو مهم جدا لرموش هو ده السبب الرئيسي في استمرارية الرموش لفترة طويلة هو ده سبب وسبب كمان ان اهم حاجة اللي بموش تكون طبيعية تمام يعني انا استخدم اللي بموش الطبيعية مش هينفع ليه بحاجة بموش سمعي واحطها مع جلو كويس ببدو عطفو كمان صحيح يعني وانت حركة طبعا في السنتر عند حضرتك طبعا ارقام حضرتك على الشاشة كل المشاهد الكريم شايفنا ليه قناة صح والجمال والمتابعين لبرنامجنا عبر السوشيال ميديا شايف طبعا يقدر يحجز مع حضرتك عبر الارقام الموضحة على الشاشة حضرتكم موجودة نقدر نتواصل بكل سهولة مع خبر التجميل ميرا باسم لدى النجوم الكبار ومشاهير مصر ولكن نرجع دعونا نتحدث مع حضرتك نستغل بقى ان حركة طبعا مشهولة يعني عندك طبعا وقتك غير كافي يعني ان احنا حركة تكوني متواجدة باستمرار في مدينة الانتاج الاعلامي وبنشكرك لتلبية الدعوة طبعا اكيد الكنتور بقى الشفايف هل كنتور الشفايف بيعمل تطخيم الحجم الشفايف وبنستغنى عن الفيلر يا فندم ولا هو كلام بس لا طبعا هو مش بيعمل تطخيم الشفايف هو بس بنحاول ان احنا نكوبة بالشفايف بيعمل فعلا كمؤقت اه لا يعني لو في عروسة ولا حاجة الشفايف عندها صغيرة غير الطب يعني احنا بنتكلم حاجات مقبلة على الفرح مثلا وجزها مش موافق بالموضوع ده فمؤقتا يعني وبعدين هم بقى يقدر يلجأ طبيا يعني بالضبط احنا طبعا الكنتور بيعمل دورهام جدا في الشفايف بيكببها حقيقي وبيخليها شكلها حلو جدا زي صورة كده طيب اعايز اقول لحرك بقى البنات وطلبة الجامعات يعني نصيحة بقى من حضرتك كعلم يعني جميل واحنا بنستفاد كلنا من حضرتك ايه يعني النصائح اللي حركت تديها ليه طلبة جامعات يعني الخطوات اللي حركت تقوليها لهم ايه بالنسبة الميكب الجامعة انا ما بنصحش طبعا بان احنا نعمل نحط رموش والنوازة يبقى ميكب السوري او زفر الهوف والميكب لأ طبعا مش مسموه اه طبعا والميكب لأ صحيح ما ينفعش طبعا في الجامعة بالنهار وعايز اقول حاجة احنا وحنا بنحط الفونديشن لازم يبقى نفس درجة الوش ما ينفعش افتح قوي وغف كده الاضاءة لها عامل كبير جدا واحنا بنحط الفونديشن ونحط الميكب لازم ابقى في اضاءة كويسة عشان انا ممكن اخبك درجة الاقي الشكل مختلف طب انا كنت في البيت او في قدتي شكلي حلو جدا في الفونديشن اما خبكت برا لقيت فاتح ده طبعا سيف اضاءة انا لازم احط الميكب في اضاءة كويسة صحيح انصح طبعا ان يكون الميكب هادي لصبح ما ينفعش احط الفول ميكب اللي احنا بنحط في السوري او الزفر يعني نكتفي مثلاً بمسكرة الكحلة الأسود طبعاً لو واحدة عنيها دايقة هنكتفي بحاجة بيج جوه العين أو أبيض هنكتفي بممكن نبسم الحواكب بس مش هنبسمها طبعاً بجل هنبسمها بالشادو شادو حواكب وهو ده والبوش طبعاً وكفاية كده ده اللي أنا أنصح به الصبح يعني مش نعمل فول ميكب ومش نزح من البشرة على الفاضي لأن احنا طلبت جامعات برضو احنا مش رايحين يعني صهراء أو حاجة صح أو لأ أنا ما نصحش طبعاً بالميكب الألوان بقى المودة في 2019 اللي حارك شايفاه يا فندم تنصح بيها كل من بيشاهدنا الآن الألوان اللي طلعها مودة للوقتي الألوان اللي طلعها مودة هي معظمها الكليتر الكليتر طلعها مودة جداً السنة دي ألوان اللي سموكي طلع مودة جداً طبعاً في ناس كتيرين بتحب الألوانات طبابية زي الكشميرات طلعها مودة جداً يعني واخدأ الكساح حلوة جداً معنا والمفات دي ألوان سنة دي طلعها دي كل الألوان يا فندم اللي حاجة بتنصحي يعني اللي هي المودة أصلاً بقى اللي هي مسيطرة بقى على أجواء البنات جداً طيب نستأذن حضراتك طبعاً نتعلقاء الشايك للسادة المشاهدين ونستأذنكم أعزائنا المشاهدين ومتابعنا الكرام بكل مكان نطلع نشوف التقرير عن خبر التجميل لدى النجوم الكبر ومشاهير مصر ولكن استنونا لسا مكملين فصل قصير ونرجع مع بعض مرة تانية رجعنا تانية أعزائنا المشاهدين ومتابعنا الكرام بكل مكان بيشوفنا في الوطن العربي مع اسم كبير جداً لي طلع نجحة طبعاً نجحة بدليل أنها معانا على قناة صحة الجمال لايف أمام الملايين بيشوفونا والمتابعين لدى السوشيال ميديا وعلى المتابعين لقناة صحة الجمال القناة لنا بقى كنا لها كل احتراماً وتقديراً يعني أنا بقى عايز نرجع ونستغل بقى الظروف الجميلة يعني حريك جمعتنا ببعض ونحن نعمل لقاء جميل جداً نفيد بيش سيدة المشاهدين كده أستاذا ميرا عايزين نتكلم بقى على الآي لينر حريك شايفة إيه بقى الإطلالات بقى اللي احنا نعملها للبنات في هذا التوقيت يعني بخصوصنا نحن داخلين على فصل الشتة بقى يعني هل نقدر بقى نسترف إزاي مع الآي لينر وهل الشتة بيفرق عن فصل الصيف يا فندم ولا حريك شايفة إيه من وجهة نظر طبعاً ألوان الصيف بغير ألوان الشتة خالص تمام الآي لينر بالنسبة للآي لينر اللي احنا نتكلم عليه كل عين وليها بسمة آي لينر تمام العين الواسعة احنا ممكن عبد الآي لينر شوية حتى في السحبة صحيح العين الدايقة هنبدأ ناخد السحبة من آخر الجمش مش هينفع ناخدها طبعاً زي العين الواسعة أو نتكببه قوي فيه الأنواع العيون العيون الجهزة إحنا هنحاول إن إحنا نخالي الآي لينر وفاية عشان ما يبقاش وياخد العين كلها صحيح بالنسبة للعين صورة بقا إحنا هنا معبدين الآي لينر هي عنيها واسعة أوه ممكن الكاميرا يعني أيها تمام عنيها واسعة فإحنا معبدين الآي لينر زي ما احنا كده شايفين صحيح هي دي العين الواسعة اللي باسم اللي تليها عليها تمام العين الضيئة مخرجنا بيقول لنا حالاً دلوقتي هنجيب الكادر مع الموديل الجميلة عشان نشوف مع بعض سوياً أمام سيد المشاهدين رسمة الآي لينر اللي الموديل صار حسن طبعاً من التوب موديل الجميلة اللي حالي بنشكرك طبعاً لتشريفك لينا مع خبير التجميل لها اسم كبير يعني في الواسطة الفني طبعاً مشرفونا أنا عارف أن صوتك مش طالع بس يعني طب حتى الريأكشنات تباني ممكن كده ماشي عشان ناخد شوتين بس ننزل بي طبعاً مع اسم كبير لازم طبعاً كل من هو طبع ميرا باسم لازم يكرم طبعاً أكيد عايز أقول بقى حريك طبعاً معينك كادر مع الموديل صارح حسن نشرح بقى على الآي لينة ريفاً الآي لينة بعين سوبة واسعة جداً تمام فطبعاً تنفع فيها الآي لينة بالعبيد حتى في الصحبة بتاعتها ما ينفعش أرسمه خطفية زي العين الواسعة صحيح العين الديقة سوريا العين الواسعة هي اللي يتوسم فيها الآي لينة بكده تمام زي ما احنا شايفين على صغر غير كده لأ مش هينفع نرسم البسمة دي مش مسموح بقى أن احنا نرسم بالآي لينة يعني الآي لينة متعدد جداً جداً وسميت كثير جداً بس أنا حاولت أجمعها لكم يعني زي ما احنا قلنا العيون الواسعة تمام زي ما احنا شايفين كده يبقى عبيد تمام العين الديقة هنحاول أن احنا نرفعه شوي صحيح والعيون الجحزة هنحاول برضو نرفعها شوي الآي لينة طيب طريقة تيجي ننتقل بقى ل قضية بقى مهمة جداً برضو الرموش يعني الرموش كتير قوي بيسأل عليها وكتير قوي برضو بيعاني من تساقط في الرموش احنا مش هننتقل لتساقط الرموش احنا نقول ان الرموش بقى طريقة التركيب الرموش الصحيحة من اسم بقى ليا وضعه يعني احنا مش شوية بقى ان احنا نقول طريقة التركيب من ميرابا تفضلي احنا اللي رموش وإحنا بنبكبها بالنسبة برضو على الموضل دي رموش كثيفة لأن برضو عنيها واسع أي مش هينفع حط رموش خفيفة خالص لأن مش هتبين صحيح طبيقة التركيب احنا هنحط الجلو عايدي على رموش هنعد 10 ثواني وبعديها هنحط رموش تمام من نص العين يعني على خط رموش ده بس هنحطها من النص صحيح ونبدأ بعديها نسبة الجوانب بس اهم حاجة قبل ما نلزق رموش نعد 10 ثواني يعني احنا دلوقتي رموش في قدينا بالزبت بنحط فيها الجلو بحط الجلو عايدي وبعدين ننتظر 10 ثواني 10 ثواني عشان دي لها حاجة علميا أنها بتخلي الرموش تلزق قوي بقوة اه يبقى يلزق على طول بعديها هنحط زي ما احنا كده شايفين سوضع هنبدأ نحط بموش نسبتها من النص هنا تمام ونبدأ نلزق الجوانب بس وبيع يستمر بقى فترة قد ايه يقض معها ادم على فكه ما جابتش عليه مية او اي حاجة يقض معها عادي بموش تهد بس طبعا ده على حسب النوع الجلو اه تفضل على حسب ايه النوع الجلو اللي بتاع بموش اللي احنا بنلزق به هو ده اللي طبعا هيخلي بموش بتاعنا بتعط او ما تعطش يعني هو الجلو هو اللي بحرك طبعا معنا خبير التجميل الكاميرا نستأذن حرك طبعا نكون مع الكادر معاها الجلو هو اللي بيفرق مع ثبات الرموش فترة كثيرة جدا فترة طويلة اه ولو احنا عايزين نعمله بقى دائم يعني لو احنا عايزين العميل عايزين تعمله شهرين مثلا طبعا ده ليه جلو تاني خالص برافو يعني ده لي حاجة والعروسة والزفاف ليها والخروجات ده ليها جلو تاني خالص معين طبعا طبعا مختلف ده خالص عندها طيب البروفا بقات الميكوب يعني هل حرك بيتطلب منك الاول لازم حد برغم من قوتك دي فاندم يعني واسمك المنتشر جدا احنا مش بنجامل على فكرة ولا احنا بنادي لحد اكيد المشاهد عارف الناس اللي هم فهمة من اللي بيكلموا خلاص اكيد المشاهد عنده علم ودرايب ده عايزة اقولك بقى ان البروفا بقى يعني كتير قابلتي ده ان هو لازم يقولك لازم بروفا الاول قبل الفرح والزفاف وهكذا يعني فانا طبعا في ناس بقابلها تقولي عايزة مهما كان يعني مهما الثقة لازم مهما كان في ناس هي بتبقى قلقة زيادة انا عايزة بروفا قبل الميكوب عايدي جدا ما فيش اي مشكلة بنعمل بروفا تماما بس طبعا ما بتبقاش بالزبط زي يوم الفرح يعني دي بروفا طبعا فيعني بنحاول نوصلها لشكل تقريبي اللي هيبقى يوم الفرح طيب من وجهة نظرك بردو نستغل بقى وجودك مش رحمينك احنا عارفين العدسات بقى حدرك شايفة ايه برضو للعروسة هل بيبقى ضروري جدا ان احنا نعمل عدسات لصقا يفنب للعروسة ولا ممكن تتجاوز ده بس انا ببجح ولا على حسب العروسة لو هي امورها نتجاوز هو على حسب عينيها في عيون واسعة ممكن ما تحتاجش اللينسوس لان العين بتضيق بعد ما احنا بنفسمها بتبدأ تضيق طبعا فالعين العدسات بتضيق بس واسع العين انا عن نفسي ببجح اللينسوس اللون بقى اللي بترجحي برضو عشان اصل كلامك ده فندم مهم جدا للمشاهد طبعا كل بشرة ليها دفك ولنا البشرة الكذا طبعا عشان احنا الناس يعني فيه مشاهد بسيط جدا بيشوفنا اكيد ومن انا ومن سهاج الناس الجدعان بجد دول انا مش قصدي بسيطة انا بقلل منهم بالعكس اهل الصعيد طبعا وهكذا الناس دي بيبقى عايزة برضو لهم حق ان احنا نعرف لون الامحي مثلا لو فيه بشرة يعني امحية الامحية يمشي معاها لون ايه احنا مش بيعني احنا بمجرد منقشة يعني البشوات اللي بتليق عليها هي صوبة فتحة زي ما احنا شايفين او امحي شوية يمشي معا لون ايه الاخضر الاخضر يبقى حلو اوي معوشة احنا حطين اهو ده الاخضر يا جماعة تمام هو ده ده بيليق جدا في اللسمة العين وبيوضحها طيب تمام نصائح بقى عموما يعني طبعا المكان الجميل بمصر الجديدة اللي هو يعني كتير قوي قالوا لنا نعمل مع حضرتك لقاء واحنا بنشكرك جدا لتلبية دعوة حضرتك الكريمة لحضور هذا البرنامج يعني نصائح عامة بقى من حضرتك للجمهور يا فن نصائح اوكي انا انصح اني يعني انا بشوف في البنات الفونديشن بيبقى فاتح قوي زي ما احنا قلنا انا دي من ضمن اول نصيحة انا بنصحها انا لازم احط الفونديشن نفس درجة وشي تمام مش لازم وانا في الجامعة احط الفونديشن وحط كونتور صحيح لا نكتفي بالفونديشن يا بنات مش لازم احط الموش لا كفاية المسكرة حاجة بسيطة لصبح الحواجب زي ما احنا شايفين كده احنا هنا رسمينها بجل طبعا عشان ده يعني سوري ده لوكسوري زي ما احنا شايفين اه هو ينفع بوسها لو هي عايزة حاجة هادية شوي بس ده لوكسوري تمام ف يعني انصح ان الحواجب تبقى خفيفة وهادية بتبقى شباب زي قوي في الجامعة او الصبح اه انصح طبعا لعدسات بالنسبة اللي انت زي ما احنا تكلمنا انا بحبها جدا همتا وبتفرق طبعا في شكل العين وبتفرق جامد اه البوج انا بحب الالوين الهادية ما ينفعش احط احمد الصبح تمام تبتجين يعني نقف هنا حتة ونسأل حاجة كانت مهمة برضو للمشاهد نقطة الحبوب هل الحبوب فعلا الميكوب بيداريها يا فندم يعني هل الميكوب بيعمل تغطية للحبوب هل في فونديشن بقى وفي رقية وكده بيداري الطبقة دي يا فندم اصلي كتير جدا انا على فكرة انا خبير تجميل وبرضو في نقطة بتتسئل كتير قوي قوي نستفد بقى منك برضو يعني في حاجة كتير قوي بيحط بيبقى عندهم حبوب وبيعملوا بيقولولي انا عملت طبقة واثنين وثلاثة برضو بينا طب نتصرف ازاي يا فندم ده بيبقى عيب نوع الفونديشن تمام انا لازم استخدم فونديشن تغطية عالية طبعا غيب ان الحبوب عشان تختفي ما ينفعش استخدم فونديشن لوحد يعني يكون برندي فندم حاجة او لازم يكون تغطية عالية بفعند ما فيه برنديات كويسة جدا بس التغطية بتاعتها قل او يعني هو مش شرط يكون برندي هو يكون برند والتغطية بتاعته تكون والتغطية بتاعته تكون اه تمام ولازم يناسب نوع البشرة احنا عندنا كزا نوع فونديشن البشرة الدهنية بشرة جفة البشرة مختلطة لازم ننقل فونديشن اللي ليه على البشرة بتاعتيه الحبوب احنا مش بنكتفي بالفونديشن بس احنا بنعمل كنتوب للحبوب قبل فونديشن الدفاجات تاعت الكنتوب اللي احنا بنستخدمها قبل فونديشن هي اللون الاغضب احنا مش بنزود الاغضب احنا بندي بس لمسه وبنحاول نعمله بلانت او ندمجه كويس عشان ما يبنش احنا الحقيقة اسعدتنا جدا للتواصل طبعا بقى السادة المشاهدين والمتابعين لبرنامجنا ميرا باسم عبر الفيسبوك ميرا باسم ميكوب ارتست ده عبر الفيسبوك طبعا العنوان الخبر تجميل ميرا باسم على الشاشة ممكن نقدر نتواصل معك كل سهولة الحقيقة طبعا بنشكريك استاذ الصورة حسن في نهاية فقرتنا الحقيقة اسعدتنا ونورتنا احنا مشارفين طبعا نشكريك لتلبية الدعوة لحضوره حضارك طبعا لايف امام ملايين المشاهدين على القناة صح والجمال الحقيقة بنشكريك جدا للمرة الاخيرة اعزائنا المشاهدين ومتابعنا الكرام نطلع في واصل قصير ونرجع مع اكبر منفذ بيع للشعر الطبيعي وهو أسو هيرز اكستنشن واقوى تقرير عن شعر الطبيعي والبوريك في مصر ولكن انتظرونا بعد الفصل الوقت في تقنية حديثة وفي بوريك بتكون مسكة يا فنم طبعا هي بيبقى فيها زينة حمد استات وفيها تلبسات وبنسبتها وتبقى سبتة جدا ومسكة جدا وبعدين البروكة اصلا احنا بيقول عليها بروكة علاجية هي مش البروكة نفسها مش بتعالج لكن ينسي بتلبسيها عشان رايش يعني رايش شعرنا من السشوار وبيبيليس وبنستلغاة اي حاجة عايز عاملها بعملها في البروكة بتاعتيب ومن خلالها او في الوقت اللي انا اللبسيها بقدر اعالج شعر تحتها يعني او اي حاجة وتقدر هو اي حاجة. واخلال الوقت اللي انا نفسك فيها بقدر عليك شعر. بس. تمامي فنحو. اللون ده كتير الناس بتلاقوا. انت عليه. طبعا. طبعا. عندنا بقى كل درجات وبالوين. حريك بقى طبعا. يعني تصريح من حضرتك طبعا ومتعشمين في حضرتك طبعا احنا نعمل خصم بقى على كل من بيشاهدنا يعني رقم حريك بيكون على الشاشة. اه. لو في حد ايه اقدر يتواصل مع حضرتك طبعا. اه هتعملي له خصم بقى يعني اه. احنا عاملين خصم بنتعشم في حضرتك يعني. احنا عاملين خصم علشان اه احنا لست فتحين جديد. تمامي. عاملين خصم عشرة في المياه بنسبة لاتباية حالة بنشترك يعني ديو حضرتك. اه. الانتباع بقى عن البروكة وممكن تقع من يا فندم تسبب موقف محرج وكل هذا التفكير. الكلام ده بقى كان زمان ايام يعني الفين. الفين واحد تقريبا الموضوع. دلوقتي فيه تقنية حديثة. وفي اه بواريك بقى بتكون مسلا يا فندم طبعا من طبعا هي بيبقى فيها زي نوت حالة باسدات وفيها تلبسات وبنصبتها وبتبقى صفة جدا. ومسطة جدا. وبعدين البروكة اصلا احنا بيقول عليها بروكة علاجية. تمامي. هي مش بروكة نفسها مش بتعارج. تمامي. لكن ينسي بتلبسيها عشان يعني رايش يعني رايش شعرنا من السشور وبيبيليس وبنستلغير. تمامي. اي حاجة عايز عاملها بعملها في البروكة بتحسيبه. ومن خلالها او في الوقت اللي انا لبسيها بقدر عالج شعر تحتها يعني. بقى بايتمين او اي حاجة يعني. وتقضر هو اي يعني. وخلال الوقت اللي انا لبسيها بقدر عالج شعر. تمامي فاند. اللي انتباع بقى عن البروكة وممكن تقع من يا فاند مسبب موظف محرج وكل هذا صفير. لا لا. اشتركوا في القناة شكرا 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 تبقى سبطة جدا. وبعدين البروكة اصلا احنا بقول عليها بروكة علاجية. تمام. هي مش البروكة نفسها مش بتعارج. تمام. لكن ينسي بتلبسيها عشان يعني رايش يعني رايش شعرينها من السشوار وبيبيليس وبنستلغاء. تمام. اي حاجة عايز عاملها بعملها في البروكة بتعصيب. ومن خلالها او في الوقت اللي انا لبسيها بقدر عارج شعر بحتها يعني. باخد بقى او اي حاجة يعني وتقدر هو ايه. وخلال الوقت اللي انا نرسى فيها بقدر عليك شعر. تمامي فنح. هلون ده كتير الناس كتير. طبعا. 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 عندنا بقى بكل درجاتي وبالوين. حريك بقى طبعا. يعني تصريح من حضراتك طبعا اه ومتعشمين في حضراتك طبعا احنا نعمل خصم بقى على كل من بيشاهدنا يعني رقم حريك بيكون على الشاشة. اه. لو في حد ايه اقدر يتواصل مع حضراتك طبعا. اه هتعمليلو خصم بقى يعني اه. احنا احنا عمين خصم علشان اه. علشان اه احنا لست رفتحين جديد. تمامي. عمين خصم عشف المياه. بنسكت بقى حالا. بنشكرك يعني دهو حضراتك. ان الانتباع بقى عن البروكا وممكن تقع من يا فندم تسبب موقف محرج وكل هزا التفكير. الكلام ده بقى كان زمان ايام يعني الفين الفين واحد تقريبا الموضوع. بالوقت فيه تقنية حديثة وفيه آآ بواريك بقى بتكون مسلا يا فندم طبعا ما نقدرش. لا لا هي بيبقى فيها زي نوت حالة وفيها تلبسات وبنصبتها وبتبقى صف جدا. وراسة جدا. وبعدين البروكا اصلا احنا بقول عليها بروكا علاجية. تمام. هي مش البروكا ونفسها مش بتعارج. تمام. لكن انت بتلبسيها عشان رايح يعني رايح شعرها من السشور وبيبيليس ومن السبغاء. تمام. اي حاجة عايز عاملها بعملها في البروكا بتاعتي ومن خلالها او في الوقت اللي انا لبسيها بقدر اعارج شعر تحتها يعني لاخد بقى او اي حاجة وتقدر هو ايها. وخلال الوقت اللي انا نفسك فيها بقدر عليك شعر. تمامي فن. ان اللي انت باع بقى عن البروكا وممكن تقع من يا فن مسبب موظف محرج وكل هذا التفكير. الكلام ده بقى كان زمان ايام يعني الفين الفين واحد تقريبا للموضوع ده. وفي الوقت فيه تقنية حديثة وفيه بواريك بقى بتكون مسجأ يا فن طبعا. من الدرسية. بيبقى فيها زي ما في حالة وفيها تلبسات وبتبقى سفتة جدا. ومسكة جدا. وبعدين البروكا قصلا احنا بيقول عليها بروكا علاجية. تمامي. هي مش البروكا نفسها مش بتعارج. تمامي. لكن انت بتلبسيها عشان يعني رايش يعني رايش على لنا من السشوار وبيبيليس ومن السبغاء. تمامي. اي حاجة عايز عاملها بعملها في البروكا بتاعتي ومن خلالها او في الوقت اللي انا لبسيها بقدر عليك شعر تحتها يعني اخو بقى فيتمن او اي حاجة يعني. هو اي يعني. وخلال الوقت اللي انا نفسها فيها بقدر عليك شعر. بس. تمامي فنح. اعزائنا المشاهدين ومتابعنا الكرام على الهواء مباشرة برنامج اي سلواء المشاهير على قناة صح والجمال بتاريخ تسعة عشر الفين تسعة عشر في لقاء متجدد اسبوعيا وكنا قبل هذا الفاصل بنتكلم عن السوهير اكستينشن ده استور شعر طبيعي من اكبر استوريات شعر طبيعي. يعني هو منفذ بيع شعر طبيعي وبوريك. انا من وجهة ناظري ان انا شايفه مكان كويس جدا. احنا ممكن نقدر نحجز. وكمان ناس كتير قالوا لنا ان احنا نعمل معهم لقاء. وهم كمان تواصلوا معانا لبرنامجنا ان احنا نعرض هذا الشغل بتاعهم. وكمان استعرضنا مع بعض لحضراتكم. البروكة بقى قبل وبعد. وكمان احنا عملنا تقرير عندهم في الستور. عايز اقول لحضراتكم ان احنا بنراي ضمرنا. ومش ابدا مش يعني مش ابدا ان احنا حد يطلب مننا حاجة ان احنا نعرضها في برنامجنا بخصوص ان برنامجي متشاف. لا انا مش هبخل ان انا اقف جنب حد ونسنده. ويكبر جدا هذا الستور يبقى من الستور الواحد واثنين وثلاثة واربعة. الحمد لله رب العالمين عندنا نسبة مشاهدة عالية جدا على السوشيال ميديا. عندنا فيو حلو جدا. عايز اقول ان احنا عرضنا هذا التقرير على السوشيال قبل كده ميديا وعرضنا على شاشة التلفزيون لايف امام المشاهدين. وبرنامجنا بتاريخ 19 2019 ايسل والمشاهير شغال. وليس ابدا لاشاعة ابدا مجال في ان احنا عايز اقول لحضراتكم اللي بيشكك ابدا في توقف البرنامج ده مش هيحصل وعمره ما هيحصل ومش هيحصل ولا ابدا هيحصل ولا مستحيل هيحصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفكم الاسبوع القادم في برنامج ايسل والمشاهير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة